صباح الخير عليك يا بسانت صباح الخير على كل مشاهدين في كل مكان كل سنة طبعا أنت طيبة وكل مشاهدين طيبين وبخير نهاردة ذكرى انتصار العاشر من رمضان ذكرى غالية على قلوبنا كلنا تاريخ لا يمكن حد من المصريين أنه ينسى لأنه يوم عزة ويوم كرامة يوم فخر بجيشنا وبأبطالنا اللي حققوا نصر عظيم وهم صايمين الساعة اتنين الضهر وهم صايمين الجندي والمقاتل كان بيحمل وزنه ذخيرة وعتاد وهو صايم وفي عزة ظهر كان بيشيل وزنه ذخيرة وعتاد ورفض الفطار بالمناسبة يعني كان فيه فتوى من الأزهر بأنه تجيز ليهم الفطار لأنهما في حالة جهاد وفي حالة حرب ومع ذلك رفضوا يعني كان من الحكايات اللي روض بعد كده أحد القادة بيتكلم مع العساكر فبيقولهم لازم تفطروا فقالوا يا فانو حضرتك فطرت فقال لا ما فطرتش قالوا خلاص إذا كان حضرتك أكبرنا سنة انو ما فطرتش احنا هنفطر فرفضوا أنهما يفطروا فكانوا بيجهدوا جهادين جهاد العدو وجهاد النفس وهو من أعظم أنواع الجهاد قدروا أنهما يرفعوا رأس مصر قدام العالم كله بصد ده حيو يمكن عشان كده ربنا نصرهم يا شازلي نصر العشر من رمضان أو نصر أكتوبر هو أعظم انتصارات الأمة العربية في تاريخ الحديث انتصار العبقارية المصرية في ملحمة العبور وانتصار جسد أصالة الشعب وبسالة الجيش المصري اللي عبر المستحيل عشان يرجع كل حب ترامل وكل شبر من أرض سينة بالتعب والإصرار والقوة والعزيمة وانتصار العشر من رمضان بيعتبر ملحمة مصرية خالصة سطر خلالها رجال الجيش المصري أروع البطولات والتضحية بالدماء المصرية الطهرة لاستعادة الأرض كل التحية ليهم يا بسانت كل التحية وتقدير الأبطال المصريين اللي إعادوا لكل العرب عزتهم وكرمتهم ونسف أسطورة خط برليف الذي لا يقهر تحية لكل جندي استوشد في ميدان المعركة من أجل الدفاع عن كل شبر من أرض مصر والوطن تحية لمن قدموا حياتهم فداء لرد كرامة واعتبار كل المصريين وإلحاق الهزيمة بالعدو حفظ الله مصر آبية وقوية وقادرة على تخطي الصعاب وصان أرضها حرة كريمة ووفق أهلها قيادة وشعبا إلى سبل التقدم والرخاء نصر العاشر من رمضان جسد ملحمة ضربت فيها أروع الأمثلة في البطولة والفداء ولازالت تؤكد على أن الجيش المصري هو درع الوطن وصيفه وقت الحرب والسند والمعين وقت التنمية بالإسهام في المسرعات القومية ودعمه الصادق لكل أجهزة الدولة وقت الأزمات في التاريخ دي بسانت لم يتوقف عند العاشر من رمضان سنة 1393 هجرية واللي بوافق طبعا 6 أكتوبر 73 المصريين كملوا ملحمة العبور للتنمية في سيناء ودلوقتي بقينا نشوف رمال سيناء بتتحول إلى مزارة وطرق ومشروعات تنموية وتجمعات سكانية كمان وأراضي صلاحة للزراعة هذه التنمية الحقيقية اللي بتحصل دلوقتي واللي هي تعتبر عبور جديد بيحصل من خلال هذه المشروعات العملاقة اللي بتربط سيناء بمحافظات الدلتا والجمهورية كلها بسانت ده حقيقي ويمكن رئيس السيسي كمان كان ليه كلمة شهيرة قالها سيناء قلب مصر والكلمة دي تمت ترجمتها إلى مصرعات عملاقة خلت سيناء قلب بينبط في مختلف المجالات التنموية والاستثمارية والتعميرية احنا طبعا بنصبح على حضراتكم والنهاردة طبعا يوم مش عادي يا شازلي احنا النهاردة العاشر من رمضان يوم العزة والكرامة بنصبح لحضراتكم من جديد وصبح الخير يا مصر شكرا